هنروح نتابع أخبار مايار شريف مايار شريف نجمتنا نجمة التنس الأرضي للأسف تودى بطولة دبي أو سوق دبي للتنس مايار شريف لعبة منتخبنا الوطن الأول للتنس الأرضي ونجمة النادي الأهلي ودعت منافسات بطولة سوق دبي في الدور الأول والبطولة دي من فئة الـ 500 نقطة بطولة مهمة بعد خسارتها قدام الأوكرانية يلينا سيفيتوليا وخسرت مايار والتي تحتل دلوقت المركز رقم 65 في العلى العالم بمجموعتين 80 دقيقة. مايار شريف كان مفروض تلعب مفروض أنها تلعب في أولى منتخبتها مع بطلة أستونيا المصنفة التساعلامية ولكن الأخيرة دي انسحبت وتم تعودها بالأوكرانية سبحان الله. واللي بتحتل دلوقت التصنيف الرقم 15 على العالم البطولة دي من أقوى بطولات العالم لأن طبعا زي ما قلت لحدكم 50 وطوطة دي يعني بطولة قوية وبطولة مصنفة. ودائما بيشارك فيها أفضل مصنفين على مستوى العالم طبعا مايار السنة دي مش أحسن حالي. يعني مايار السنة دي مش يعني إن شاء الله بدايتها. آه يعني في بعض التعصر شوية في بداية البطولات. ولكن مايار هيعوضها دا لأنها تلعب بطولات أكتر. مايار بتستعد دلوقتي لبطول القطر المفتوحة. ولا تتلافل الأسبوع الأخير من الشهر اللي احنا فيه بداية بإذن الله. زم ألتوا حضراتكم اللي هيعوض. يمكن عدم التوفيق اللي سهضفها في أول شهرين تتم السنة. سنة لسه طويلة. ألا وهو عدم التوفيق في الأدوار الأولى. يمكن لما بتعدي من الدور الأول بتبقى الدنيا بعد كده أسح. نتمنى الميار إن شاء الله كل التوفيق. وللأسف يعني لما تلاقيها هي كاتتها تلاعب المصنفة التسعة. وبعاكات التسعة تعتذر تقوم تجي للمصنفة رقم 15. يعني الحقيقة في بدلق في القرع. يعني دايما بالدروب يقبلها يعني الحقيقة أبطال عالم. يعني من التسعة الـ 15. ألبي لا تحسن برضو يعتبروا من أحسن 15 لا في العالم. فبتبقى المطشط صعب. نتمنى الميار كل التوفيق فيما هو قادم بإذن الله.